قرار السلطات السعودية وقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية والذي كان نتيجة ضبط عدد من الشحنات المحملة بالمخدرات داخل حاويات الرمان المهربة من لبنان ألقى بظلاله على المجتمع اللبناني حيث تقدر الصادرات الزراعية اللبنانية إلى السعودية بنحو 24 مليون دولار سنويا لبنان يصدر على المملكة العربية السعودية صادرات زراعية بتسوي تقريبا 24 مليون دولار لكن هذا الشيء هو أكبر بكتير لأنه الخسائر الكبيرة هي صيطة أسم لبنان نحن بنسميه reputation risk وبعدين في عندك كتير من البضاعة ومن الصناعات ومن المواد أكانت زراعية أم غيرها نحن بنصدرها لمجلس التعاون وبالنتيجة مجلس التعاون هو أكبر مستورد وأكبر شريك تجاري للبنان تواغل مليشة حزب الله في جميع مفاصل الحياة في لبنان وسيطرتها على المعابر والمناطق الحدودية نهك عن باعها الطويل في تجارة المخدرات جعل من السهل عليها تنظيم هذه التجارة وتوسيعها وجعل من لبنان ساحة كبيرة لها هيدا نتيجة سيطرة حزب الله الدول العربية والدول الخالجية تحديداً ملزمة بحماية أمنة الاجتماعية هيدا ألوج باتها تجاه الشعوبة من أجل حمايتهم من المخدرات وكل ما ترتبه هذه الأفهم المضاء أنه شفنا أنه تم تزوير وصائق أو تم تمرير وصائق بوزارة الزراعة بوزارة الاقتصاد على الجماريك اللبنانية هيدا بدل على سيطرة كتير كبيرة وعلى وجود منظمة مختلفة تقوم بمثل هذه الأعمال القرار السعودي أثار ردود فعل واسعة حيث تخوف مراقبون أن يشكل مقدمة لسلسلة قرارات تؤدي إلى قطع الرياض علاقاتها مع بيروت الأمر الذي قد يدفع أيضا دولا أخرى للانضمام إلى القرار بعد أن باتت سمعة لبنان في وضع غاية في الخطورة وأصبح في السنوات الأخيرة ممرا لتجارة المخدرات العالمية